معي من باريس بدوي رهبان الخبير في تغير المناخي والمخاطر الطبيعية مدير سابق لوحدة الكوارث في اليونسكو أهلا بك معنا سيد بدوي إلى أي درجة هكذا موضوع هكذا تغير المناخي خطير نتحدث عن أعلى درجات حرارة كان بالشهر الماضي على الأرض بكاراتشي تحديدا لماذا يعود هذا الموضوع سيد بدوي نعم بالطبع إن عالمنا اليوم ومجتمعاتنا تعيش تأثيرات تغير المناخ وتغير المناخ أصبح حتمي في السنوات الماضية وسوف يكون أكثر شدة في الأعوام والعقود القادمة الآن كيف هو أثر تغير المناخ على التغير في درجات الحرارة هذا الأمر يتضلب نظرة خاصة ويتضلب بحثا خاصة طبعا كما أشار التقرير وأشارتم هناك مثلا في هذه الأيام ارتفاع في درجات الحرارة في بعض منطق مناطق العالم يعني ارتفاع كبير يعني بدل ما عم نحكي عن 29 درجة مفروض بالمعدل طبيعي 50 نعم هذا طبعا وضع استثنائي ووضع غير اعتيادي ولكن لا نستطيع اليوم أن نربط هذا الارتفاع الغير اعتيادي أن نربطه مباشرة مباشرة بأثر التغير المناخ يعني نحتاج نحتاج إلى فترة من الوقت لكي تبين البحوث العلمية مدى ودرجة ربط ما يحدث الآن من ارتفاع غير اعتيادي بدرجات الحرارة بنمط تغير المناخ ولكن ينبغي أن نعتاد ينبغي أن تعتاد مجتمعاتنا من الآن وصاعدا على حدوث بعض العوامل الطبيعية الغير اعتيادي وما نسميه العوامل الطبيعية المتطرفة مثل ارتفاع درجات الحرارة وأيضا مثل حدوث الأعاصير وأيضا مثل حدوث الفيضانات والعواصف الرملية وأيضا الجليد حدوث الجليد وحدوث سكوط سلوج غير اعتيادي هذه العوامل للأسف سوف تحدث وسوف تزداد تكرارها ووتيرتها سوف تزداد صحيح بالنهاية أمور طبيعية ولكن تتوقعون أن تأتي بطريقة أقصى بوتيرة أسرع كل هذا بهذا الإطار نربطه بالتغير المناخي هذا بالطبع هذا بالتأكيد إن تغير المناخ هو حتمية واضحة في السنوات الماضية وسوف يصبح حتمية واقعة أيضا في المستقبل هذه الدراسات والبحوث العلمية ومجلس الحكومي لتغير المناخ يجزم بهذه الأشياء إذن ينبغي أن نتأقلم مع هذه الأيثار يجب أن نتأقلم وكيف نتأقلم؟ نتأقلم بالإعتياد إلى الأيثار مثل ضؤول الموارد المائية مثل ارتفاع مستويات البحار مثل ارتفاع درجات الحرارة مثل إنتاج الغذاء الذي سوف يخف والتنوع البيولوجي كل هذه الأيثار يجب أن نتأقلم بها يجب أن تتأقلم مدننا وتخطيط المدني وكيفية العيش في المدن التي قد تتعرض لارتفاع الحرارة أو للفيضانات كيف نتأقلم مع هذا؟ إذن ينبغي أن تكون عندنا نظرة جديدة لمقاربة هذه الأيثار للتغير المناخ أنا أشكرك واضحة الفكرة أعذرني على المقاطعة باريس سيد بدوي رهبان الخبير في التغير المناخ والمخاطر طبيعية مدير سابق لوحدة الكوارث في اليونسكو ترجمة نانسي قنقر